السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير و بصحة جيدة و ان شاء الله الفيديو هذا يلقاكم كامل في احسان الاحوال اليوم درت لكم روتين خفيف و ضريف تصبيحة الجمعة ككل بيوت الجزائرية حبيت نشارك معكم و اشترت بالجمعة هكذا ندو فكرة و نقصر مع بعض الشوية نبدأ على بركة الله بسم الله لكن قبل ذلك لا تنسوا ليش الجامعة للفيديو و خلوا لي التعليقات اتاكم كل واحدة تحكي لي اتاكم كل واحدة اتاكم كل واحدة اتاكم كل واحدة اتابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله نفوتوا دقائق مع دودة مقصرين في رحبة كما راكو تشوفوا حبوباتي اليوم انا قررت ندير الرشطة لا خطر علاش ترت الرشطة بما انه مالفين نديره الطعام بالجمعة لكن ذكرنا في الايام الصيفية يعني تعسخانة طعام ولا ماشي شرط بالجمعة تقريبا يوميا نطعم بالفول والجلبانة والبزبيب خاصة بالدلع لذلك قررت كليناتما ناكله في الطعام درعي دوكا كليناتما 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 كما راكو تشوفوا حبوباتي قليت الجاج في السمن وزيت مليح كليناتما كليناتما هل حبوباتي يحب العروسة الشطرة على الأقل فى تقول تبارك الله فى مهال هل تعلمتها يأكلين غالطة انا حكنا نعلم بنتي ماذا فى تدريك بنتي صغيره وستعلمها فقد يعطيها بخير أيضاً جربيتها هذه العجينة لتعجبتني هذه في الأول مرة اليوم بعد المنتاج سيكملنا كلينا سيستمرنا العجينة على حيات ديار هي مكشكة الرشتة على الدار مفروق منها اذا اعرف كبير قليلاً المهم ان تستعمل نوايا التي تحبها المهم ان تتبعوا الطريقة التقليدية لنصنع بها الرشطة ان شاء الله سوف نضع لكم الفيديو الرشطة بالتفصيل المهمل في فيديو واحد هكذا البنوتات الصغارات او البنات الذين يجهزوا هكذا لما تعرف الرشطة تتعلم بالصحة كما تعرفوا نحن نعاود و نعاود و نعاود و نعاود كشها عجوزة يقدمكم و نعاود و نعاود ماشيها كده زيدي 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 احتى تكهره الكوزينو تحربو المهم حبوبتي هذا هو كما تعرفوا الغلابية البويوت الجزائرية يديروا الطعام في البلجمهة هذه مفروق منها والفراشة اليوم دارت لكم الرشطة الرشطة العاصمية جاءت الدهب في وقتها المهم لبنات كما رأيكم نحن نعاود المرقة كوكوت الرشطة العاصمية في العادة ليس موال فانطي لأن موال فانطي يوجد قدر و كسكاس ولكن هناك كمية كبيرة كما يقولون نحن ناكل و نوكل كما تعرفوا كما تعرفوا الجمعة المليح الوحد يصدق يخرج تبسي هكاك هكاك لذراري برا و لا يتفكر جارو المهم يعني افضل يوم من ايام الأسبوعي الجمعة يحبي يصدق و للواحد مثلاً يخرج خلاص يخلص على طعام أو خبز سطع المهم حبباتي أحببكم وقتر وفعلكم بصدره اماما وابدا لا يوجد فحلات التوعية لحد الصباح في صناعة هناك الكثير من صغاره يعني تعزواجه كامل ميزة ملحة الماكلة من البلدان يجب أن تقلي البصل مليح مع الحم ثم تقليل الحم من حم مليح يتجمع ثم تضيف البصل ومده ربع على البصل انظروا بعدما قليت ابتك مليح فى البصل الثبال ومزعت سمينه الزيت بلدان في الجزرودية ومزعت كلابين الحفوصى تحضر الدماء كرافصى 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 كرشاة فلفل السود سوف تجدوا مليفت واشفونا نوضع أدراء نرى الزرودية و الغورجات يبقى لكم الاختيار لا يوجد شرط الاختيار نحن نضيفها أحب اتفاقات كائن يدخلون مشتركين جديد كائن يدخلون من الولايتي كائن يدخلون من الولايتي بازا وزايدة في شرشا ونسكن في الولايتي بازا قالوا لي على حسمتي قناتك يومية الفراشة البلدية من حقكم تعرفوا بصح اليوتيوب يجب أن يجاري الأحداث في اليوتيوب الأسمي كان يومية الفراشة في الأول كامل كانت القناة تسمي قناتك ومن ثم أصبح تسرق ومع ذلك ومن ثم أصبح يومية الفراشة كانت أول أسمي في اليوتيوب من غير اسمي قناتي ومع ذلك ومن ثم أصبح تسرق ومن ثم تجد ومن ثم تحب الاسم تحب الاسم تحب الاسم الفراشة كانت الفراشة ومن ثم أصبح تسرق تسرق ثم تسرق خلالة ومن ثم تسرق تحب الاسم لماذا زدت البليدية من بعدك؟ لماذا على خطر كورونا اكتسحت البليدة و لو كامل الولايات متضامن مع ولاية البليدة المشتركين التوعي الأعزاء انتبهوا لهذا الأمر قالوا لي اسمه البليدة راهي في مقترحات اليوتيوب زيدي يومية الفراشة البليدية باش الاسم قناتك تخرج في البحث كيزة البليدية قناتي انشهرت و لدي المشاهدة تطلع بسرعة في هذا الوقت تلك الكورونا أما بالنسبة للمشاهدة من السكن في تي بازا أنا لدي مدة عشرين سنة في البليدة يعني انا ذوكا نمثل الولاية البليدة يعني سكن زوجي التاعي من قدرش ندير ولايات تي بازا لا أذيك ما كان ترعرحت فيه ساحت تربيت فيه لكن ذوكا انا نتبع سكن تاع زوجي التاعي يعني ذوكا انا رانيا عشين في البليدة يعني هنا يسكن ولادي زوجي أهلي من قدرش ندير يعني ولايات تي بازا هذا هو الفرق هذا ما كان لكن دائما نذكر بلدياتي سيدي غيلاز ومزت في شرجال يعني دائما نذكر الولاية تاعي العزيزة وناسي كل حاجة نذكرها في الفيديوات تاعي دائما نصور يعني فيديوات الاكثرية في ولاية سيدي غيلاز وضواحية ونذكر دائما انه أنا طرعرحت في الجبال من قوة عشوغ لصول مستغرقة أنا لاتوفخ هناك الاجبال طرعرحت يقود من هناك قوة عشوغي أريد ان يضحوني خطفوني ويقومي في الجبل يعني هاهنا تستكني عند البلد أنا جعني مغمومة لا تحبير البلاد لذا كان يرسف من الاجبال أرمونا في الجبل ارموني في الجبل كاشنعجان بقرة قنين فلالس ونصحب ونصحب المهم نقصر معكم فهمت المشتركين لتحكم مؤخرا للقناة هذه هي الحكاية كل بلدك الصحراء من الشرق الغرب كامل الجزائر هذا هو نهار اليوم نصبح مع الرشتة كمية كبيرة رشتة البنات غير الافتفاقات الوصفة الأصلية لكن هنا اختيار 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 غير الافتفاقات اختيار هم اختيار وعندما اختيار 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 خذر اختيار نسخة دهار اختيار اختيار حتى اختيار تطلع مورد اختيار ومورد اختيار 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 المهم لديه درار يفضل لديه فران كما راكو تشوفوا هذه هي الطلة تاعي تاع الصالو عليها يظلوا لي اللحنة و يخسروا لي الصالو ما يعني والله ما يقعد اما ينظم المهم حبوباتي والله يا لبنات سمحوا لي على هذا الفيبرور تاع تليفوني عايتولي مازال كاين بزدف مشتركات وحباباتي وصحاباتي والجير انا كاين عايتولي هنوني على الدرع الفضي علميكم عاودت الفيديو شحام المرة لجل هذا الصوت فقط ننسى ما ننحيش يعني ما نديرش موضافي المهم باش نقول لكم فاقت ما زالت الفرحة هذيك في قلبي ما زالت ندير لكم ان شاء الله حفلة ومتشاركها معكم ان شاء الله يا ربي كما راكو تشوفوا لنا البنات رشتة تعيرها هي قريب الطيب وخملنا الدار حكذا يا باش ننفطروا بساح اليوم قررت نخرج على واش نخرج ماذا نخرج ولي مهتمة بالفيديو تاع الرشتة ان شاء الله نحطه لكم فيديو كامل وحده كوصفة تاع الرشتة بساح كامل وصفات التاعي واخيرا كما راكو تشوفوا خياتي رشتة تعيرها هي طابت الجاج نحيته وحمرت شوية في الكوشة الرشتة هذه تاع الوريدة خرجت بزاف شابه يعني كيشغل مصنوعه باليد والله يعني بزاف شابه والحمدالله هذي هي هذا الطبسي ماهوش ليه نحن مدو هذا الكل واحد يقدر يدير هذا واش اليوم نويت العلاح هذا نخرج وان شاء الله يكون صادقة مقبولة ان شاء الله يا ربي واليوم كما قلت لكم عبيكم باللي حنا تحت اشتاء الحمدالله خيرات ربي في البليطة خيرات ربي حتى الامتاع قتلي هنا في الجبال قلت لي دارت حالة الحمدالله يا ربي تحت اشتاء وقلت لزوجتي لنا اليوم حبيت نخرج ما حبيتش نقعد في الدار اما لا نزربنا يعني بعض الصلاة وكامل انا راني نغسل فلمو عنها نزرب وحتى وليدي روا يعاون فيها قلتهم حبيتنا نجيب شوية ترابح نغرس النوار لابنات الحباق 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 للصيفة روعة هكا القاطفة رهي وقتها لي حبي غرس النوار كما القاطفة كما الحباق كما القرون فلو كامل راهم وقتهم راهم ينباعوا في السواق وكامل هكا الشاتلات الصغار اللي حبت تبزع تغرس هذا هو وقت الغرس وكاين مثلا هنا يغرسون ويبسون بسرعة وقت هذا راهم ليح بزاف الحباق اما لا كما تشوفوا كما تشوفوا كما تشوفوا كما تشوفوا كما تشوفوا المترجمات ويجبت تلك الدين ويجبت تحرير المترجمات ويجبت تنظر المترجمات ويجبت تحدثت لماذا؟ لم يكن بسرعة الواقع لم تضرب المترجمات بسرعة للدار لان نقوم بسرعة نحب النقي ضهري ونخرج نقيت نقيت 90% سيقنا ومسحنا كله ونقيت كل مواعن ونخرجوا من الجمعة وراجل وولادي الكبير ونخرجوا وقال لي ضباب وضباب يسمى الضايا كثيرا كثيرا بحيرة وهي بحيرة وفي وسط الغعبة وبوسب النار بوصلت داخل طريق وهذه الخطوة ونفصل للضباب لقد وجدت ترابة وتصويرها ولمن نرى ونشم ونقيت غير يهوى قبل ان يذهب إلى مجلس خانة يعني تبس كل شيء شوفوا دخلات على الباطم شوفوا شوفوا مطلين فيها مشاء الله و هنا شوفوا البنات شوفوا النوار شوفوا الجمال بلديه العفرون مشاء الله مشاء الله كل شيء يخضر في الصحراء كما ترى الحالة كامل مغيمة و هناك نصف الجبل و هناك نرى و هناك نرى الجبل عالي شوفوا البليده موزايا و كامل و هناك نرى في القفة الغالب كما يقولون راجلي يقولوا يقولوا يحصل على الفول و ثوم و جنبانة صراحة قسيم بله غير نديرها نورمال أنا مهبولة للطبيعة مهبولة للطبيعة شوفوا و كما ترى قطعة و ترى و ترى هذا ما يقولون أنا نفسي نغير من الطبيعة نغير منها نغير من تلك الاخترار نحشق فيها لدرجة أن نغير و ترى و ترى و ترى صوت تعذب و تحكمكم و ترى كيف أحبتها و ترى المهم حبوبتي كما راكوا تشوفوا شوفوا ذاك الأزهار شوفوا ذاك النوار شوفوا ذاك الألوان شوفوا ذاك الإخضيرات على مالي بليراكم تتغزلوا معايا يا ام ايمان وعم دلحقوا فلا وصارا وساليما للمشتركات التوعي هادو الأوفياء نقولكم أطهلا وفير وحتكم وان شاء الله نتلقوا في فيديو آخر وماس ماس